الاهلي بصدد رحيل حمد فتحي عن الفريق بحمد فتحي من الفريق صح حمد فتحي بكرة او بعده هيكون موجود في قطر بيخلص الكشف الطبي والتوقيع لفريق الوقرة القطري بقيمة 3.600.000 زي ما حضرتك قلت لي قبل كده وانا بسيب لك برضو انت قلت الرقم ده قبل كده تحديدا ماذا بعد حمد فتحي؟ هذا اللاعب صاحب الادوار الكثيرة المعقدة في الملعب الادوار الاستثنائية في الملعب اللقاء في لعيبة كتيرة لعيبة توسط مميزين في مصر مش بس في النادي الاهلي بس قليلين اللي بيعملوا الادوار بتاعت حمد فتحي يعوضوا ازاي الاهلي نقطتين مهمين قوي قبل ما نقول الاهلي بيفكر ازاي وكولر وخلي بالك اللي احنا هنشرح دولقتي ده نصين نص الاولاني ده رؤيتنا احنا الفنية للعيبة دي لكنها دي الطريقة اللي بفكر فيها مرس الكولر يعني لأقولولك ده انا مش اقول بص دول يا جماعة اللاعبة المتاحة فاحنا رأينا كزا لأ بص دول اللاعبة المتاحة لكن مرس الكولر بيفكر فيهم ازاي يعني دي طريقة تفكير مرس الكولر مش بتاعتنا يعجبوا مرس الكولر في ايه وهو لو هيخوا تاخد مين ماشي النقطة المهمين ما اثير حول رحيل اليو ديانج حتى هذه اللحظة لان هنا ده يتوقف عليه حاجات كثيرة بتتكلم على اتنين لعيبة فوسط ملعب النادي الاهلي حتى هذه اللحظة لما يصل اي عروض رسمية للنادي الاهلي فيما يخص اليو ديانج في عرض وصل النادي الاهلي لكن عرض شافهي استفسار استفسار عن اليو ديانج ففي عرض اه يخص اليو ديانج لكن عروض رسمية زي قصة حمدي مفيش إنه داخل النادي الأهلي هيبيع ديانج ما بين قسين بيع غناوة يعني إيه بيع غناوة يعني هيبيعه بالرقم اللي أنا عايزه مجاش مش هبيع مجاش مش هبيع يعني الأهلي عنده مشكلة حتة غصة كده إنه إيه عندي اتنين لعبة في نفس البوزيشن السنة دي فيه فليكسابيلتي في الأهلي عشان قزمة الدولار إنه يبيع زي ما باع حمدي لكن قصة إن ديانج وحمدي يمشوا في نفس التوقيت مش ماشي قوي لكن الأهلي مجاهز خياراته طيب نقف عند حمدي حمدي قبل مارس الكولر هو بروفايل وبعد مارس الكولر تحول إلى بروفايل تاني خالص أدوار الهجومية لحمدي فتحي كانت شبه من عدم قبل مارس الكولر تطورت بشكل كبير جدا لبروفايل مارس الكولر مش عايز يجيب لعيب زي بروفايل حمدي القديم وابتدي لسه أشتغل مع 10 ورين ثلاثة علشان أعلمه يبقى زي حمدي أنا عايز أجيب لعيب جاهز يعمل ما وصل إلي حمدي يبدأ مما انتهى عليه حمدي فتحي فأنا هنا مش هجيب حمدي فتحي تاني لا أنا بدور على حد يعرف يعمل الشغل اللي بيعمله حمدي ولو فيه أبجريت في بعض النقط ياريت النقطة التانية المهمة جدا فيه مصطلح دايما بيشتغل به كولر اسمه سوبر فتد كواليتي يعني إيه سوبر فتد كواليتي؟ يعني أحسن كواليتي ممكنة تخدم طريقتي مش أحسن كواليتي على العموم أو على إطلاقها يعني ممكن أجي أقول مثلا اللعيب ده أحسن ولا ده لا هو ما بيشتغلش كده هو بيقول اللعيب ده أحسن بالنسبالي ولا ده فدي تفرق كتير ممكن اتنين لعيب قريبين جدا في الكواليتي وده هيجيلنا وإحنا بنشرح اتنين لعيب قريبين جدا في الكواليتي لكن هو يشوف أنه اللعيب ده أحسن بالنسبالي في طريقة لعبي هينفذ أكتر عشان أديها بمثال بس ببساطة عبر ما تشرح يعنيش مثلا في محمد رضا بوبو لعب مميز وفي محمود حمادة لعب مميز صحيح الاتنين بالنسبة للراجل الاتنين لعبا مميزة صحيح بس ده ممكن يبقى مميز في طريقة لعبي أكتر من ده لو أنا هجيبه مكان حمدي مثلا أنا بس بوصي في الجملة اللي أنت قلتها من اللي هيخدم طريقتي هو لعيب كويس ولا لعيب وحش من اللي هيخدم طريقتي من اللي هيخدم طريقتي بكواليتي معينة برضا يعني وحاتة ستاندر مش هينزل عنه طيب إحنا عندنا أربع لعبين جيدين جدا متاحين في السوق مارسي الكولر بيتعامل مع لعيب وسط الملعب على إنه لعيب شامل وأنا عايز منك تعمل كل حاجة صح ما عنديش بقى لعيب وسط الملعب الدفاعي ووسط الملعب الهجومي لا أنا عايزك تكون بتعرف تعمل كل حاجة كل حاجة بدرجة لكن عايزك تكون بتعمل كل حاجة هبتدي معاك بغنام محمد لعيب ماشي بشكل ممتاز لعيب أنا بالنسبة لي بسمي كل حد منهم اسم هو محور غنام محمد هو لعيب محور لعيب وقفنا معي ثانية لإن اللي جاي كله مبني على دي غنام محمد هو لعيب أدوار وأشبه بمروان عطية لعيب بينزل ما بينقل بين الدفاع عشان يسلم ويستلم بيشتغل في مرحلة اسمها مرحلة بناء وتطوير الهجمة في التلت الأول والتلت التاني من الملعب ماشي بقى فبينزل دايما ما بينقل بين الدفاع علشان يشتغل على عملية نقل الهجمة يبقى السؤال الأهم هل ده البروفايل اللي محتاجه الراجل بيشتغل في التلت الأول والتلت التاني التلت الأول بشكل أكبر هو لعيب ممرر جيد قاطع جيد للكرات يسمى في الكرة محور هو لعيب محور في وسط الملعب مين اللي شبهه جدا في النادي الاهلي مروانة عطية فهل النادي الاهلي محتاج لحد في المرحلة دي مرحلة تطوير الهجمة او بناء الهجمة من التلت الاول للملعب او التلت التاني الاجابة لا لان عنده محمد عبد الملعب في التلت الاول او في الخط الدفاعي ومعاه بعد دي مروانة عطية اتنين لعيبة ممتازين في عملية تطوير وبناء الهجمة من الخط وتدرك بالهجمة من الخط الخلفي فغنام لعيب ممتاز لعيب قوي جدا لعيب بروميسنج ان هو يبقى حاجة مبشرة جدا كان قريب جدا جدا من الاندوان المتخب مصر في التجمع والاخير لكنه لم ينضم فلعيب قوي واعد قد يكون ليه دور مع النادي الاهلي لاحقا او مع نادي الزمالك او ينتقل الى مرحلة ابعد بعد كده لكن في هذه اللحظة كولر يرى هذه النوعية او البروفايل ده هو اقل احتياجا لي في التوقيت الحالي فغنام محمد لعيب ممتاز لعيب ابرز مميزاته زي ما قلت لك الخروج بالكرة التدرج من الخط الخلفي معظم تمريراته جيدة قاطع جيد للكرات لعيب على الصعيد البدني وعلى صعيد الفيزيك لعيب قوي جدا لكن في النهاية هل هو اللعيب الانسب للنادي الاهلي لتعويض حمدي فتحي اجابت انا بقى مش اجابت كولر اجابت انا لا هو لعيب ممتاز لكنه مش مناسب لتعويض مين ودهم انا اقولها بورا كل جمل حمدي فتحي انا باتكلم هنا على طعويض حمدي ده غنم محمد ده غنم محمين تاني اللي بعدين اه لعيب الناس اتكلمت عليه كتير جدا الفترة اللي فاتت الزمالك بفاوضه الاهلي بفاوضه الزمالك كان عايزه من الموسم الماضي الاهلي فكر فيه لكنه لم يفاوضه الموسم الماضي محمود حمد يلا بي محمود حمد لعيب في الخط التاني داي اسننوا بقى لحد ما يخش ده محمود طيب يلا يلا عشان محمود حمد هو لعيب مميز جدا في التطوير مش في البناء هو ما بينزلش يشتغل تحت او زي غنم لكنه مميز او في التلت التاني من الملعب سألنا فيتوريا يا كريم وكنت معايا في المؤتمر الصح في ليه مبارات غينية وإحنا في المغرب سألته على أدوار محمود حمد ليه انت بتلعبش لعيب مركز 8 عنده القدرة على الاختراك وعنده القدرة على انه يعمل بريتريشب فانت رايح لمحمود حمد بشكل اكبر قال لي لانه انا محتاج لعيب في ظل ان اللعيب الباكليفت عندي ادواره هجومية وهنا هروح هتطلق علي معلول لعيب ادواره هجومية فانا محتاج لعيب يقف يعمل الوجب الدفاعي يعمل عملية التخطية يعمل عملية الاستحواز وحاجة في نسماف الكرة ومقاومة الضغط لما يضغط عليه يعرف يطلع بالكرة بشكل جيد ده مين؟ ده محمود حمد فالحال ده من يماثله في النادي الاهلي اليو ديانج اليو ديانج لما كان بيزيد حمد فتحي اللعيب اللي بيستند وبيقف يحمي خط الوسط او الخط الامامي مع اللعيب اللي وراه اللي هو مروان عطية او يعمل عملية التخطية على الظاهرين هو اليو ديانج فالاهلي يمتلك اليو ديانج انا ليه بدأتلك في بداية الفقرة على انه اليو ديانج حتى هذه اللحظة هو باقي في النادي الاهلي لان لو اليو ديانج مش موجود يبقى الحاسب بديء هدخل فيها محمود حمادة لكن طول ما قليو ديانج موجود الأهلي مش محتاج محمود حمادة خاصة معاودة أكرم توفيق مش محتاج محمود حمادة محمود حمادة العيد مميز في مقاومة الضغط هيزيد لو هو موجود في النادي الأهلي من استحواز النادي الأهلي وقدرته على الاستحواز على الكرة يساهم في عملية تطوير الهجمة لكن مش هو اللي بيروح للأماكن الفاضية في الملعب مش هو اللي بيعمل عملية الاختراقات مش هو اللي بيروح لمرحلة الاختراق في مرحلة سمامة مرحلة الاختراق ومرحلة بعد تطوير الهجمة سمامة مرحلة الاختراق ثم مرحلة التهديد دي المراحل الكور فحمود حمده مميز في مرحلة التطوير قوي لكن هو مش ده اللي عايز يكون كولر عايز لعيب بيقدر يتحرك في أنصف المساحات يقدر يتحرك من الخطوط بشكل جيد يقطع الخطوط علشان كان بالنسبة لي أنا بسميه لعيب الداعم احنا قلنا على غنام اللعيب المحور اللعيب الداعم هو محمود حمده لعيب داعم بشكل ممتاز لخط الوسط لكنه مش هو اللي يعمل لك الفرق اللي طلبه مرسي الكولر فمحمود حمده لعيب مميز من ضمن حسابات النادي الاهلي لكن مش من ضمن حسابات النادي الاهلي لتعويض حمد فاتح ومن ضمن حسابات النادي الاهلي على إطلاقه فضل اتنين فضل اتنين طبعا الاتنين دول هيعوضوا حمد فاتح ولا لتنين يا عوالو حمد فاتي